مرحبا بكم في اولمبية الثقيفة اليوم ستشاهدون سباق فريد من نوعه بين النبي نبي الوهبية طبعا وهو ليس نبي عندهم بل صحابي يخطأ يضع على الزبالة الى اخره اما كلمة نبي فهي فقط ديكور المهم الصحابة محمد سيتصابق ضد عائشة والراوي لهذا الماراتون الشيق هي عائشة نفسها على فم ابنها عثمان دمبلي المشهور بالشيخ لا يصح فلنستمع تخبروا انها سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوما في سفر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن معه اسبقونا فسبقوهم فجاءها النبي صلى الله عليه وسلم قال اتسابقينني فقالت او تفعل قال نعم الصحابة محمد رضي الله عنه ترك الرسالة والتبليغ في الزاوية للنبي عمر صلى الله عليه وسلم نزل سلم كما تعلمون ويريد يتصابق مع امرأة صباق مئة متر عدوان يا ترى من سيفوز عائشة ام الصحابة محمد قالت نعم فسبقها النبي فسبقته ايايايايا الصحابة محمد خسر الصباق بطئ جدا لا يجيد الرقد حتى ان عمرأة مثل عائشة سبقته وفازت بالميدالية الذهبية ما شاء الله عليها عداء من الطراز الاول لا اعلم كم تبلغ صرحة عائشة في الركض ولكن هل تستطيع عائشة ان تفوز على عمر اكتبوا الاجابة في التعليقات نكمل مع مرطن عائشة ثقل فانتظر حتى ثقلت ففي يوم كنا مسافرين فامر الجيش ان يتقدموا او من معه في السهر ان يتقدموا فتقدموا فقالت سابقينني بعد الخسارة الفادحة التي خسرها الصحابة محمد في سبقه مع عائشة لم يرتح له بال فقرر الانتقام والفوز من جديد فماذا فعلية ترى انتظر حتى ثقلت عائشة لانها قالت حتى ثقلت الصحابة محمد ذكي جدا لانه يعلم انه لن يفوز عليها لذا انتظر حتى ثقلت ولكن هذا لا يجوز قالت مرة ثانية قال نعم تقول فسبقني فقال هذه بتلك واحدة بواحدة يعني تصفقات حارة واخيرا الصحابة محمد رضي الله عنه سبق عائشة وحطم الرقم القياسي فلولا ان عائشة ثقلت لم استطع ان يسبقها ولكن رغم ذلك ما شاء الله عليه قال للجيش تقدم حتى يتسابق واكيد الجيش سينظر ليرى ماذا يفعل الصحابة محمد واذا بهم ينصدمون ان الصحابة محمد يتسابق مع النساء فنتمنى من زوجة الشيخ الخميس ان تحكي لنا كما فعلت عائشة كيف كانت تتسابق مع زوجها الخميس او ان الشيخ الخميس يصور لنا مقطع فيديو وهو يتسابق مع زوجته في ازيقات الكويت حتى نرى من سبق الاخر اه نسيت نسيت اعتذر اعتذر لا يصح لا يصح بمقام الشيخ الخميس اما الصحابة محمد ولا يهمك هو اصلا مجنون يهجر يوم رازلت الخميس يريد الانتحار من فوق الجبال يبول واقفا على الزبالة يسب ويلعن الناس الغير مستحقة للسب يتسابق مع النساء عادي جدا قل ما تشاء في صحابة محمد ولا يهمك